ثمت مسافة أكبر من تلك المتقاربة بين مقاعد نواب البرلمان الخامس ثمت أيضا عقدة تتأزم أكثر بعنوان التقارب البطيء تارة والاختلاف المشروط بتحقيق تطلعات أقطاب العملية السياسية تارة أخرى ومع هذه الصورة تشتد أزمة معادلة مشعلة احتقانا بدأ يلوح في سماء بغداد عند الأطياف الشعبية وخروج رائحة الغضب الشعبي الذي ربما يتحقق في الأيام المقبلة إذا لم تنهي جلسة السادس والعشرين من الشهر الحالي حسم مسألة منصب رئيس الجمهورية الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد أن اختيار الرئيس لن يتم دون التوصل لاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني في المقابل فإن التلويح بخيار الأغلبية خلال الجلسة المرتقبة قد لا يكون حلا ولن يكون الحل أيضا بتعطيل مسألة اختيار الرئيس وهذا وعي سياسي يدركه الطرفان قطبا المشهد الكردي التوافق بين الطرفين يرافقه توافق على إعادة وتكرار سيناريو 2018 ما يفتح الطريق أمام الذهاب إلى الاقتراع بمرشح عن كل حزب أزمة أخرى لم تفكك خيوطها عندما يلوح الإطار التنسقي بفرضية عدم المشاركة في جلسة البرلمان في حال لم تتحقق الحوارات أو لم تحقق نتائجها مع التيار الصدري الإطار الذي يدعم بحسب المراقبين للمشهد مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن التفاهم هو الحل الوحيد كذلك يؤكد التيار الصدري بضرورة تحقيق نتيجة على الأرض والوصول إلى إتمام مرحلة اختيار رئيس الجمهورية في الحالتين فإن غياب التفاهم السياسي حتى هذا الوقت يجعل التوتر عنوان التأخر لاستمرار العمل على صناعة الحكومة المرتقبة ما يعقد المشهد في بغداد ويضعها أمام عامل الوقت الذي قد يكون سيفا على رقبة العراق بتدخلات واستغلال جهات خارجية لغياب الاتفاق الذي بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر